السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا وسلام بكم في الفيديو جديد في review station طبعا احنا في اخر السنة كل سنة و انتوا طيبين و رب سنة سعيدة عليكم معروفة اخر السنة دي بقى اي gymers يعني تخفضات سوابة تشتري بيجسية سوابة تشتري الالعاب سوابة تشتري اي حاجة احسن وقت تشتري فيه الوقت ده تاخد تخفض 50% 60% و سعب يوصل ل 70% في الالعاب كمان فدلوقتي طبعا ايه كلنا هنشتري الالعاب و ناس كتير انا عرفها بدأت تشتري مثلا call of doty الجديدة vanguard او battlefield و عشان كده هعمل لكم الفيديو دوت ان فيه بعض المشاكل في call of doty vanguard هنحل لها سوا الفيديو ده هيبقى متخصص بمشكلة النات او الاتصال بالسيرفر طبعا اغلب بيشغل call of doty الاول مرة بيعانده كلمة type server moderate و دي معاناها ان اللعبة مش واخده كل الكنيكشن للسيرفر فيه حاجات معمول لها block طب المشكلة دي حلاها بسيط جدا هم حوالي 5-6 خطوات هنحل لعملهم سوا مع بعض على صفحة الروتر و ان شاء الله هتتحل المشكلة فبلا ايش كلام و يلا بينا نشوف اعمالي طبعا الخطوات اللي ههوريه لكم دلوقتي دي بتمفع على اي لعبة سواء call of doty بتلفيل بوب جي فورتنايت اي لعبة اولاين بس اهم حاجة تبقى انت عارف البورتات اللي انت هنجزم تفتحها فدلوقتي مفرد ان مسلا انا عايز العب call of doty و مش عارف البورتات اللي هفتحها ايه اول حاجة هعملها ان انا هفتح صفحة نبت واكتب call of doty vangard borders خش على اول صفحة نزلت تحت هنا هتلاقي ايه هو call of doty vangard بي سي بلاي ستيشن فور بلاي ستيشن فايف اكس بوكس وان اكس بوكس سيريس اكس فخلي بالك ان كل جهاز ليه بورتات بتاعته هنخلي دي على جمع وهفتح صفحة الروتر فدلوقتي احنا صفحة الروتر هتخش على الاوبشن بتاع الروتر عندك تمام فيه في السيكورتي سيتنج النت سيربس هنا البرتات اللي انت هتحطها اعمل ادد هسمي مسلا اسم بورت code 1 ودي البرت هنا مسلا اجهزة اللي عندك او اسم جهزك هنا الاي بي بتاع البي سي بتاعك طبعا انا عندي بيدروت اوتوماتيك فانت لو مش الاوت اوتوماتيك هتعرف الاي بي بتاعك بعدين تدخله هنا بعدين عندي نوعين من البرت نوع اسمه تي سي بي ونوع اسمه يو دي بي اللي اول هم دخل التي سي بي عندنا هنا اول بورت اهو تلاتين سبعة اربعة ناخده كوبي بيست هنا بيست هنا تمام لو انت عندك واحدة هتخليه هو ادود لو عندك انترنال واكسترنال هتحطه هنا وتحطه هنا وتدس سيف كده احنا ضيفنا اول بورت هنضيف تاني بورت code 2 هنا بقى عندنا من سبعة وعشين الف واربعتاشر لسبعة وعشين الف خمسين هناخد اول واحد كوبي هنحطه في الانترنال وناخد تاني واحد كوبي نحطه في الاكسترنال وندس سيف تمام خلصنا كده تي سي بي هنضيف بقى اليو دي بي هنعمل بقى اهو code مثلا سريف او اي اسم انت عايزه المهم بس عشين انت عارف البرتات دي بتاعت ايه هناخد اول اهو واحد 3074 و 3079 في الاكسترنال وندس سيف خلصنا الخطوات دي هتعمل راوتر وتشغل اللعبة في طريقة تانية لو انت عندك الراوتر حديث لو جيت دخلت في ال network setting هتلاقي UBNB شغلها بس طبعا انت ما ينفعش تعمل الطريقتين او التلات طرق اللي ههرهم لك هوي طريقة واحدة تختارها تعملها لو انت شغلت دي اللعبة هتبعت order الراوتر ان هي محتاجة البرت ده فالراوتر هيفتح automatic البرت ده فانت مش محتاج تضيف برتات بس طبعا الطريقة دي automatic ومش هتنفع الا لو راوتر حديث تمام ادي طريقة الطريقة الثالثة ومنصحش بها خالص بس فرضا ان التلاتين التانية ما اشتغلوش معك الطريقة دي هتشتغل 100% على اي جهاز بس برطو منصحش بها هتخدش على security setting في DMZ host وتعمل لغبة ودوز save ليه منصحش بالطريقة دي؟ الطريقة دي عاملة زي ايه؟ الراوتر دوت طبعا بيبقى ليه security تمام؟ فانت لما تدخل برت اللعبة انت عارف ان البرت ده خاص للعبة دي بس مفيش مشاكل سواء برت كولوف دوتي سواء برت برت الفيلد فورتنايت بوبجي اي لعبة اونلاين وورد وفوركرافت فاينال فانتازي مفيش مشاكل لما تعمل برتو قولنا لما تعمل UBNB الراوتر هيفتح برتات هو واسق فيها تمام؟ لكن لما انت تعمل dmz host انت فتحت الباب على مصر عيه يعني اي حاجة اي لعبة اي برنامج حتى لو برنامج مش موسوك فيه حتى لو برنامج هجر هيقدر كده يخش على الجهاز وهيقدر يخش على الراوتر عندك ويقدر يختارك الجهاز بتاعك عشان كده دي ما انصحش بيها ان انت كده تفتح السيكوريتي بتاعك كله تمام؟ بس برتو انا قلت ايه اورها لكم انا الطريقة اللي انا بحبها بحبها ديف البورتات بنفسي ان انا ببقى عارف كل بورت ده بتاع ايه تمام؟ فما فيش حاجة غريبة ايه او بورت غريب هيتفتح لوحده او بس تعمل UBNB تمام؟ بس انا برتو افضل طريقة تقليدية هي D3 دي كويسة وما حطناها في الراوترات الحديثة كلها بالمهم نفتح اللعبة كده ونشوف النتايب هيبقى عامل ايه طبعا هتراستر الراوتر ويفضل لو راسترت الجهاز وتفتح اللعبة هيبقى فيه ممكن بدل ما تلاقي النتايب عندك open moderate ممكن تلاقي واحد واثنين نتايب واحد نتايب واحد يعني كده هو open خلاص متعملش حاجة نتايب اثنين يعني كده هو moderate بتعمل انت البرتات دي عشان تخليه واحد اللي هو بيبقى open بتختلف معرفش ليه بساعات بتبقى واحد واثنين وساعات تبقى open moderate مش عارف ايه سبب بس اعتقد انها في جهاز بلايستيشن بتبقى واحد واثنين في جهاز البي سي بتبقى open moderate مش فاكر في جهاز الاكس بوكس بصراحة تبقى ايه المهم نشوف اللعبة كده سوا هتلاقي هنا تحت هتلاقي هنا تحت نتايب open كده المفتوح اللعبة البرتات بتاعتها البنج عندي هيبقى stable سابت وهيبقى قليل جدا اقل حاجة طبعا حسب سرعة النت وحسب اورباكل السيرفر فانا كده هتبقى اللعبة عندي تمام طبعا انت لو لاحزت ان انت لو بتعمل مثلا كنت بلايق او بتحاول تخش متش بيبقى بطيق اوي عبار ما يلاقي ناس وساعات تلاقي البنج مثلا انه مكتوب او بنج اصغر من 32 تلاقي او بنج اصغر من 32 وقعد شوية بنج اصغر من 60 بنج اصغر من 80 بنج اصغر من 100 ويطول جدا عبار ما يخش جيم ده بسبب النتايب دي في البرتات وان شاء الله هتتحلل المشكلة دي وما خدش وقت او انه لقى ماتش او دخلني فيه اقل من دقيقة كان لقى الماتش ودخلني فيه وطبعا انا بعمل الفيديو ده الساعة ستة للصبح فوقت متاخر ان انا لقي ناس تلعب معهم في السيرفر الروبي بس عشان كده بقولك نتايب لو خلته اوبن بيبقى فعلا ممتاز وقاموا ما نزلت الحرب بقى دعيت كده اللي مش هيبقى فيها لاج البنج هيبقى عندي 51 هيفضل تثابت على 51 مش هتلاقي انت مثلا مرة 51 مرة 100 مرة 150 لا هيبقى كويس جدا انا بعمل فيديو اجدعان اصبروا شوية علي والله ما شفتوكم ايه المهم خلس الفيديو النهاردة على كده لو عندك اي مشكلة حتى لو مش عن طريق البورتات لو عندك اي مشكلة في اي لابة اون لاين او في البي سي او في البلي ستيشن او في الاكس بوكس او في الناين تدو عمتا ما انت ترددش اسألني في الكومنتات وهجاوب عليك في اقرب وقت ان شاء الله ولو عجبك الفيديو او ساعدتك ان انت تفتح البورتات يا ريت تعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة شبوني بقى لعب شوية يلا سلام اشترك في القناة